البنت اللي لم يسبق ليها الزواج وبيتقدم لها شخص أرمل عنده أطفال أو مطلق وعنده أطفال وعايز يرتبط بيها برضو بتواجه مشاكل مع الأهل وخصوصا لو هي مش كبيرة في السن عشان برضو أنا هاجي لنقطة البنت اللي كبرت في السن هي مش كبيرة في السن وفيها مميزات كتير كويسة فالأهل بيرفضوا لأنه إحنا شايفين أنه ممكن يجي لك حد أفضل ليه؟ أنت تتحملي مسؤولية أطفال وتربي ولاد مش ولادك برضو الحالة دي نتكلم فيها بسعير أنا لما بنتي لو أنا بنتي وجات لي تسألني أقول لا أفكر ألف بار أنها تتجاوز واحد مطلق أو عنده عيالي بص يا بلادي دايماً هقول المطلق فيه جراح فيه أثار سلبية فيه هيبقى مطلق للمرأة وكذا وكذا نظرته السلبية للمرأة موجودة فهل هيبص بالنظرة السلبية دي على مرأة ويتخيل كل الستات كده في المستقبل يعني فيها حتة مش مزبوطة الحاجة التانية البنت السؤالة دي عايزة عيال طب هيب عندها عيال هو عنده عيال هو تفتكروا أن حد حيقدر يعامل أولادها أولاده بنفس المقياس ولا هي تقدر تتعامل بسلطان مع أولاده كأم ليهم لن يقبلوا منها أنا بنتي مش ضد بس بحذرك دوازة فيها مشاكل أنت دسة صغيرة أنا مش ببنع بس بحذرك هو نفسيته حيبقى فيها جراحة وتعاملك مع عياله فيها مشاكل ويجيب عياله هو عيال فيها مشاكل مضعفة أنت مش دخلة على فردوس وأنت دخلة على مشاكل حلوة قوي طيب عايزة أتكلم عن البنت اللي كبرت في السن اللي قدام المجتمع لازم ترضى وبيتقدم لها النوعية دي من الناس شخص مطلق عنده أولاد وارد يكون كمان معندوش يعني مش قادر ماديا وارد يكون الوظيفة بتاعته مش مناسبة ليها أو أو لكن هو بالنسبة للمجتمع فرصة أخيرة وبنات كتير بتسأل يا سيدنا نرفض ولا لأ بسي ننسي أنا أرفض أي زواج مفوش توافق يعني حسنتي قلتي ما عندوش إمكانيات ومش ما عندوش لا يا بنتي أوعت في فكري عشان كبرتي تقبلي جواز من البداية محكوم عليه بالفشل يعني أنا لسه معروض علي حالة وحقابله من ولادي يعني ولادي اللي بحبوهم قوي يعني من أسرة أنا يعني أعتز بيها جداً وبيخدوهم معي جداً الوضع أصغر بنا بتسع سنين تسع سنين؟ آه آه أنا بتكلم لليلوقتي اللي على الرسالة دي توصل لها أنا بقولش أسماء إنما بنتي وأسرتها من ألصق الأسر بي وأنا حاول معهم اللينا اللي عندي في المطرنية قعدت ونصحت ومتمسكين ببعض أنا قلت إيه؟ رغم إنهم أمتمسكين ببعض ورغم إن إحنا مش من حقنا نرفض إنما أنا أرفض أنا كمان وأمسر على الرد لحد ما قابلهم وأكلمهم تاني آه إن خايق يعني أنتوا دخلين على مشكلة جماعة أنتوا مش حاسين العطيفة ربطاكوا ببعضة دلوقتي مش حاسين بالفوارق الكبيرة رتيجة فرق السن وخاصة من تبقى أكبر منه بهذا السنوات بنتي حبيبتي وابني حبيبي أنا خايف عليكم ومع ذلك يعني حالة من الحالات واحد من حق الجوز تاني وهو مش متعلم هو متعلمة ومدرسة وقصص وجمال وعيلة وكل حاجة حلو خالص أنا مقدرش أمنع من حقهم بس أنا شايف جوازة دي فشلة قلت أنا مش هقدر أجوزكم روحوا أجوزوا في حتة خارج الإبارشية بس أنا بقول لكم كلها أسابيع واحد سيبوا بعض ما تكملوا الشهر إنوا سيبوا بعض فأنت ليه داخل في جوازة لمجرد أن أنت في حاجة لزوجة أو أنت كبرت وفي حاجة لزوج والمجتمع بيبصلك بصة أن أنت ما تجوزتيش فتتورتي في أي جوازة محكوم عليها بالفشل عدم الزواج أفضل بكثير من زواج محكوم عليه بالفشل لو اتنين تاني عدم الزواج أفضل بكثير من زواج محكوم مسبق عليه بالفشل خدوا الكوتيشن ده زودوه على الجمل اللي أنت حفظينها ده حفينا بنا ده حقيق عايش في نكد وتعب تضمر حياتك ليه لو اتنين يا سيدنا جملة نيفتك بنت وشاب وشاب وفي منهم حد مطلق أو حد أرمل وأول نصيحة بتقولها لهم يعملوا إيه هي تتوقف هم مرتبطين ببعض ارتبطوا ولا مرتبطوش لما فيش ارتباط أنا بفضل الزواج المتوافق في كل شيء يعني إذا كانوا متوافقين تمام آه يعني فإذا لقيتهم مرتبطوا ببعض وفيه التوافق أنا مش هرفض لو بقى مش مرتبطين عدوهم أنا مش مرتاح وضميري مش مرتاح وبقولهم كده جواز محكوم عليه بالفشل كده فشوهم بصراحة وبحل الليه محكوم عليه بالفشل أنا بذكر ريافتك لأنه الصراحة والوضوح في ناس بتبقى مش عارفة تاخد القرار ده هو جاي لك ليه لأنه هو متشكك آه ولا لأ هو جاي ياخد مشهورة ليه هو مش جاي لك عشان توفق على رغبته ده هو يعني ممكن آه ممكن لأ فلازم أقول له لأ طرم أنا شايف منظم يريه إنها لأ هو مش شايف بكرة أنا شايف بكرة هو شايف النهاردة علاقة وعواطف ومشاعر وبنت جميلة ولزيزة ولطيفة وشفاته المعارض وتعليم ومرتب وعربية بس أنا شايف بكرة